السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في أحاديث أطرية اليوم معنا جوتشي تحديدا جوتشي بلوم جوتشي في الأصل هو شركة إيطالية إلا أنها مملوكة لشركة فرنسية لماذا اخترت هذا الأطر تحديدا اللي هو جوتشي بلوم جوتشي بلوم الحقيقة ما قدم رائحة جديدة بقدر ما أنه قدم رائحة نقية جدا رائحة آسرة من أول رشة لهذا الأطر راح تنبهر بنقاء غير طبيعي وفقوا في هذه التوليفة الجميلة في افتتاحية الأطر راح نشوف الياسمين وفي قلب العطر راح نشوف مسك الروم والقاعدة كذلك زهرية إلا أن من خلال ملاحظتي لن تشعر بترقلات الهرم العطري أقرب ما يكون إلى عطور الخط الواحد اللي من بداية العطر إلى نهايته تقريبا راح تشم نفس الرائحة إلا أنها رائحة جميلة جدا نقية وهذا ما ميز جوتشي بلون إصدارات 2017 عن باقي العطور اللي قدمت رائحة قريبة راح تحب هذا العطر من أول رشة أنا تكلمت عن أن عطور الديزاينر تفرق عن عطور النيش أنها في الغالب عطور حالمة وسهلة الارتداء من أول رشة أغنض عينيك ورح تجد نفسك وسط حديقة سهور جميلة تبعث على السكينة والراحة وفقت شركة جوتشي الأنيقة في إصداراتها في هذا العطر المميز جوتشي بلون ترجمة نانسي قنقر